قصة حقيقية يرويها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني وهو من جراحي العظام المشهورين بالقصر العيني يقول أنا من أسرة ثرية حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة كامبريج ببريطانيا واخترت تخصص العظام وعشت في بريطانيا أكثر من عشر سنوات ثم عدت لمصر وتم تعييني مدرسا لجراحة العظام بالقصر العيني كنت صريحا لا أقبل المجاملات ولا أحب المزاح ولا الهزل وكنت مسلما تقليديا أصلي وأصوم رمضان وأقرأ القرآن وحجشت البيت تزوجت من ابنة عمي ومر على زواجنا عشرة أعوام لم نرزق فيها بطفل ولم أدخر جهدا في عرضها على كبار الأطباء داخليا أو خارجيا ثم استسلمت لقضاء الله دعيت لمؤتمر لجراحة العظام بجامعة السيوت فركبت القطار وأخذت أبحاثي معي وفجأة جلس بجواري رجل من صعيد مصر يبدو على وجهه التقوى كان يتوكأ على عصى ويستند على ذراع ابنه وبعد دقائق راح يتلو أدعية وأورادا بجانبي فأحسست بالضيق ولم أعد أركز في القراءة وكأنما شعر الرجل بهذا فقال لي مبتسما صوتي أزعجك رددت بمنتهى الصراحة نعم فاعتذر ثم راح يتمتم بصوت غير مسموع فأحسست بالراحة وفجأة استغرق في نوم عميق وسمعته يتكلم بصوت خفيض وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله سمعا وطاع فشارك الله بكل خير لم يسمعه أحد سواي فقلت يا إلهي إن الرجل كان مستغرقا في نومه لم يكن يتصنع ربما كانت رؤية طيبة ثم استيقظ الرجل وأصبح النور يشيع من وجهه وقال لابنه بصوت منخفض الدكتور عبد الرحمن الكيلاني راكب معنا في هذا القطار وسيجري لي العملية غدا صدمتني تلك العبارة بشدة أتكون رؤية حقا لذلك قلت له أنا الدكتور عبد الرحمن الكيلاني فأخذ ينقر أرضية القطار بعصاه ويتمتم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سألته لعل رسول الله الذي أخبرك بهذا فرد مسرعا نعم هو وحملني لك رسالة يقول لك استوصي بالشيخ راضي خيرا فسألته هل أنبأك الرسول صلى الله عليه وسلم أني سأجري لك العملية غدا قال نعم وأرسل معي أمارة لك بالأمس كنت تقف مع زوجتك بالشرفة وترفع يديك بالدعاء أن يرزقك الله بطفل مثل ما رزق زكريا بيحيى عليهم السلام ثم هوت يدك على كوب الشاي الساخن على حافة الشرفة فسقط في الشارع بعد أن حرق يديك جحظت عيناي وتجمدت أناملي وجف فريقي وانتابتني رعشة ورحت ألمس يدي الملتهبة ووجدت كل جسدي يتهاوى أمام ذلك الرجل البسيط ولا أدري كيف استيقظت شرقية فجأة أنا خريج جامعة كامبرج والحاصل على زمالة الجراحين الملكية حيث انحنيت على يديه أقبلها والدموع تملأ عيني وسط ظهول من يرانا من الركاب ثم راح يمسح رأسي وقال ولك عندي بشرى خاصة أخبرني بها الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد سمع الله دعاءك وسيمن عليك بمحمد ويحيا معا فأمسكت بالهاتف واتصلت بزميل رئيس مستشفيات السيوت لأطلب منه أن يحجز غرفة باسم الشيخ راضي لأني سأجري له عملية غدا وأنا من سيتولى كافة تكاليفها وبعد المؤتمر أغلقت هاتفي ودخلت غرفة العمليات ثم انهيت العملية بنجاح ثم جاءني زميل دراسة وأخبرني أن زوجتي اتصلت بي عشرات مرات وكان هاتفي مغلقا فأسرعت لأكلمها ولكنها صاحت يا عبد الرحمن أنا حامل أجريت اختبار حمل بعد أن شعرت بألم يمزق جنبي والحمد لله أنا حامل ابتسمت وتراء لي وجه الشيخ راضي فقلت لها أعرف وحامل بتوأم ستلدين محمدا ويحيا ومنذ ذلك اليوم وأنا أحافظ على صلاة الفجر في المسجد وعلى كل الصلوات حيث كنت أجمع بعضها لظروف عملي وبعد عدة شهور وضعت زوجتي توأما سميتهما محمدا ويحيا وعمرهما الآن خمس سنوات يصلون معي ويحفظون الكثير من القرآن بفضل الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ترجمة نانسي قنقر